اشتركوا في القناة 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 نعيه هام بقى أنها روح هنا وهنا وكده فلوما مرات أخيه بقى راح أتقلت لي تعالي أنا سمعت عنا بيقولوا كويسة جدا روحتي بقى آه روحتي بقى بسيطة عملولي بقى التحليل وعملولي ده وعملولي ده خدوني بلغ كل اللي عملته بتاع السويس وعملولي بقى من الأول ما دخلت بقى بالمستشف واكتشفوا ايه اكتشفوا بقى أنه هو ايه الدكتور استدعان يعني وقال لي تعالي يا مامو سلوة أنا هقولك أنه في مرض يعني وكده ولازم نشيله طيب وإيه شلت إيه بقى شلت لا هم فضولي السادي كله اوكي وشلوا بحاجة تحت البطأ غدد الغدد شلوا الغدد وشلوا وبعد كده عملت كيماوي وقالوا لي لا أنت الحمد لله المرض ما سرحش في دراعك لحقتي في من الأول اوه عشان هو أنا لحقته من الأول اوكي البركة سبحانه وتعالى في ربنا ثم امرت أخوة دي اللي خدتني خطفتني كده اوكي والله فالهم راحم بقى على طول بقى قالوا لي بصي عملين الاستكشاف الأول وبعد كده راحم عملين العملية كل ده في شهر انا بقيتش مثلا أنا حاسة أنه كنت في حلم وتعالكت تعالكت يعني أنا بقولك أنا حاسة أنه كنت في حلم ومش كنتش تعبانا سمعتيني وانا بقول أن المرض ده ساعات بيقوي اوكي اواني بفضل ربنا وهم هم بصراحة يعني مين أخطر حد وقف جنبك بالنسبة للمستشفى ولا البيت للعيلة للعيلة مرت أخويا وأختي أنا أعدت عند أختي هي اللي خدامتني انتي ما عندكيش ولاد؟ أنا أولاد في السويس ولادك في السويس انت جتي أنا عايشت في كونه كلا عايزيني عشان أنا بقى بروح وانجي في المستشفى في عين شمس وهم أختي في عين شمس أعدت عنده الشهر كامل انتي عندك تاريخ مرض؟ يعني حد في العيلة عندكو جالوا للمرض؟ لا مفيش حد مفيش حد أنا بس اللي شيلت الراحم من سنة 2000 كان فيه كانسر فيه؟ كان فيه بس مش خبيث كان فيه تكيوسات أو كلا؟ لا شيلت كله كله فهو طب انتي بعد ما شيلت الراحم خدت أدوية هرمونات؟ خدت هرمونات لمدة عشر سنين بإشراف طبي؟ نعم، قال الدكتور في مستشفى دي مرداش كتب لي هرمونات لمدة عشر سنين طب هو لما تدكي الهرمونات دي الدكتور ما قالكيش أن انتي كل فترة لازم تعملي كشف على صدرك عشان هرمونات دي ممكن تعمل سرطان؟ لا، أنا قريت في النشرة بتاعت الهرمونات بس تعتقد انتي لقريت الدكتور ما قالكيش؟ لا 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 قل قاله ايه احتمال تعمل وراء طب بس الدكتور ما قالكيش؟ بس هو من الأمانة انه هو كان لازم يوجهك ويقولك ان الهرمونات دي يعني فيه هرمونات وفيه أنواع معينة من حبوب كمانا يلحب ممكن تسبب الأمراض السرطانية في السادس لا أنا خدتها لمدة عشر سنين وما حدش قال لي حاجة زي كده طيب انتي مش عرفاني ومنوراني والف حمد الله على السلام وانتي على طول مبتسمة وابتسامت جميلة وشاكلك بتتبخي حلو شاكلك كده بتعملي محشي ما حصلش والله كنت اقول لك دلوقتي وفين يا اختي ما جبت ليش حاجة ليه طيب جايلي ويدك فاضية وكلام بارح وكلام بارح محشي ايه اقولي فلفل وبتنجال وراء عينة كده يا وابا سلوة المرة الجايات جايات المحشي الفلفل الأحمر ده بقى أحلم الأخضر بقى أنا حشيه فلفل الأحمر يعني طب مرة جايحة ده أنا والله اجيبو لك بغير عاج بس انت بس يبقى طول وبتعملي ايه تاني غليل محش رزم عمر لأ عندنا سمك بقى ومطفونة يا خرابي ما تجواعينيش بقى خلاص من وراجة جميعا نوعي السمك يعني الحمدين من وراجة أهلا بيك طيب انا باشكر بهاية طبعا هي لها الفضل الكبير طبعا يعني أنا باجي معندهم دي فسحتي اوكي دي أنا باجي كلنا بنشكرهم على المنهود اللي بيعملو يعني فسحتي ووش عارفة هي الجنة بتاعتي زي ما بيقول ربنا ديك الصح ننتقل الى أستاذة مريم حلمي هي محاربة لمرض السرطان اهلا بيكي من شرفاي من وراني واهل أسوان دولة عزاس علي معزة خاصة جدا مرسي لزوءك يا سيس اكتشفتي بقى ازاينا عند الكنسر ببساطة شديدة طلعت لي شيء كده قد الحموصة صغير الشيء ده كان بيوقعني انا عندي خلفية ان النعمة دي ما بتوقعش او المرض ده ما بيوقعش فاهملته يعني يمكن قعدت صهر صهرين قلت بعدين هبقى اكشف دي شغلة بسيطة عارضة وهتروح يعني لما رحت كشفت رح الدكتور قال لي لا انصحك انا رح كشفت الاول جراحة رح قال لي لا انصحك رحي اورم رحت اتوجهت المستشفى باهية لي زميلاتي ايام الجامعة شوية بيعرفوا اكتر مني في مصر فقالوا لي يا مريم عليك وعلى مستشفى باهية ده بتيجي في التلفزيون ومستشفى رائعة وخدماتها ممتازة وناس خلوقين شكروا لي فيها كتير طلعت على مستشفى باهية اول الدكتور ما كشفت علي قالت لي لازم ناخد جزء بالظبط عينها ونحللها قلت اوكي لتشوفو صح فاخدوا الخزعة دي وحللوها في قسم البيسولوجي رح اتطلعت الشيء ده انا في الاول اتخضيت يعني ده بيوجعني الخلاصة دكتور فيه دكتور انسان عظيم هم كلهم فاكرا اسم الدكتور العظمة دكتور حسام دكتور حسام بينا نشكر في باهية وانا مش عايزة حدد حد معين لان كلهم احصل من بعض يعني الانسان يحتار يقول مين كويس عشان انت كويسة شايفة كلناس كويسين ربنا يخليك مرسي بكل زواء عملت بقى العملية واستقصلت الورا هو نفسه استغرب الدكتور بيقولي ازاي يا مريم ده تمانية ميلي كيف انت اصلا تشوفتيه انا بيجوني بعد ما بيبقى قد كده قلت له من نعمة ربنا وحمده وعليا اني كان يجاني فعمل العملية ونظف حتى سال اكتر من كتر الف خيره وكل من اتعاراتي الكيماوي بعد كده لا خدت اسعر شعرك وقع؟ لا مهيو ربنا ديكت لسه بتتعالجي لسه بتتعالجي ربنا ديك الصحة انتو مشرفيني ومناوريني خفيت تماما ايه ربنا ديك الصحة يا ربك الله واكبر خلاص بقى متل انت عطاري على نفسك لا خليه على الله قبل بس ما نتكلم مع مهندس ماجد حمدي عود مجلس اماناء مؤسسة بهية خلينا نقول ان انتو ممكن تشاركوا معانا على هاشتاج علشان دايما تفضل جنبك وفيه هاشتاج ادعموا بهية وادعموا بهية دي بالنسبة لي مهمة جدا لان المستشفى بالمجان والمستشفى بيحتاج دعم كدير جدا معناوي ومادي علشان نقدر نعالج امهاتنا واخوتنا وبناتنا وخلاتنا وجداتنا اللي بيروحوا المستشفى مهندس ماجد حمدي انت مشرفني مننورني بسير وسهلا بيك احكينا اخبار بهية ايه طيب هي بهية احنا افتتحنا من ثلاث سنين والحمد لله فضل ربنا ان في ثلاث سنين دولا كشفنا على اكتر من ستين الف سيدة مصرية وده رقب مش قليل الستين الف دولا طلع منهم حوالي اربعة وخمسين الف زي الفل ما دهمش اي حاجة وفيه ستلاف كان عندهم المرض ودولا اللي حاليا انتشغالين رحلة علاجنا او علاجهم عندنا المستشفى قائمة على ثلاث حاجات مهمة جدا اول حاجة التوعية احنا بنوعي في كل حتة في مصر على اهمية الكشف المبكر يعني رحنا اسوان رحنا اسكندرية رحنا الودي الجديد رحنا مرسى مطروح رحنا كل حتة بتدعونا ومن عند برنامجك الجميل ده انا بدعو ان كل الجهات اللي في مصر اللي عاوزة نروح نعمل لها ندوات توعية احنا تحت امرهم نروح في اي حتة نوعي الستات باهمية الكشف المبكر بعد التوعية تاني حاجة مؤسسة بها بتعملها هي الكشف المبكر فعليا او نفسه الكشف المبكر ده لو السيدة المصرية خدنا الثقافة دي وبقت عندنا حاجة اساسية بيفيد جامد جدا جدا لو اكتشف المرض مبكرا نسبة العلاج بتعدي 28% اساسا العلاج بقى فاطرته قصيرة جدا تكلفته قليلة جدا الست ما بتحسش باي حاجة في فرحالة العلاج ففي فوائد كتير جدا لدراجة ها حتى بقول ان الست اللي بتكتشف مبكرا ما بتحسش باي يعني اعراض هي نفسها علاجها اللي ما بيكلفش فلوس كتير ده بتقدر تدي فرصة لناس تانين انهم يتعالجوا صحيح صحيح اخر حاجة عندنا بعد التوعية والكشف المبكر هو العلاج بقى نفسه وده اكتر حاجة بالنسبة لنا يعني ربنا يقدرنا عليها لان احنا طبعا مؤسسة قائمة بالكامل على تبرعات المصرين الناس يتبرع لكم احنا عندنا طبعا كذا مجال ابسط حاجة ممكن من خلال فوري ممكن يتبرعهم عندنا رقم مختصر ستاشر ستمائة واثنين ممكن ستاشر ستمائة واثنين هو رقم بهاية ستاشر ستمائة واثنين وكل البنوك المصرية عندنا رقم تمن ستات ده رقم ما تنسيش تمن ستات فايه بانك اي حد يخش البنك ده يقدر يتبرع يقول له من عايز حساب بها تمن ستات فده المجال الثالث طبعا الي بايزورنا برضو ممكن يتبرع عندنا اللي عاوزنا نروح له لغاية البيت نروح له اهنا طبعا جهزين جدا انه باشكرك اني قتلنا نهاردة ومعاك الستات الحلوة دي شكرا يا حبيبي بس خليه قبل ما أختم أول حل الكشف المبكر الكشف المبكر عملية مهمة جدا أي سيدة عند سن الأربعين أو المتتم أربعين سنة لازم تبتدي تعمل الفحص الذاتي كل شهر والفحص الذاتي بيتعمل من اليوم السادس من الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات اللي عندهم المرض ده جي لحد في العيلة قبل كده هتعمل الفحص ده من وهي عندها 35 سنة شهريا هتعمل الفحص الذاتي ده لنفسها ممكن تخشوا ممكن تكلموا بها تسألهم بالضبط الفحص ده بيتعمل ازاي على رقم البشمهندس قالوا لأن الفحص ذاتي ده مهم جدا 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 وزي ما البشمهندس قال إن الكشف المبكر لو في أي حد أي سيدة اتعرضت لهذا المرض الكشف المبكر بيتلحق فنسب الشفاء بتصل لـ 98% ودي أعلى نسبة الشفاء في أي حاجة فمرة تانية وتالتة وربعة بما نحن في شهر أكتوبر بما نحن النهاردة معنا مؤسسة بهاية وكلنا كل أسرة البنامج النهاردة لابسين اللوجو بتاع بهاية الكشف المبكر مرة تانية السيدات اللي بيتموا 40 سنة لازم كل شهر تعملي الفحص الذاتي في اليوم السادس من الدورة الشهرية لو الدورة الشهرية كانت خلاص قطعتي هتعدي كل مثلا أول شهر يوم ستة في الشهر تعدي كده نفسك يوم ستة تعملي الفحص الذاتي على السادي لقيت أي حاجة مختلفة في السادي لازم تتوجهه فورا للمستشفى والكلام ده اللي عندهم 35 سنة من البنات والسايدات اللي عندهم تاريخ مردي في العيلة الكلام ده صح صح جدا لا بالعكس بس تسمحي في الآخر إن الوقت لو كل كده اللي بيشاهدوا حضرينك وأنا عارف المشاهدتك الحمد لله كبيرة جدا لو داسو 16602 على الموبايل هيبقى تبرعوا بخمسة جنيه ممكن جدا برنامجك ده يدخل 3 أو 4 أو 5 من قائمة الانتظار يتعالجوا ويبقى إن شاء الله في ميزان حسنة حضرتك والبرنامج بتاعك إن شاء الله بشكرك شكرا يا حبيب بشكرك وشرفتوني نورتوني أسمعكم أغنية حلوة دلوقتي بس خلوني كده وأنا بختم الفكرة دي أقول أي حد عنده كنسر خلي المرض يقويك ما يكسركش تعالوا دلوقتي نسمع أغنية بهية ودي من الأغاني الشعبية الجميلة قوي قوي بهية يا مصر كمال وبعد كده ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع لكو مع مي نشوف الزنبا اللي احتملها هنا النهاردة خليكم عندنا في الشارع لو سمحتوا